السلام عليكم ورحمة الله متابعات ومتابعين القناة نحن في ألمانيا هالمرة بلشت بالمتابعات لأنه هذا الفيديو خاص نص للسيدات والصبايا اللي عم تشوف هذا الفيديو أنا عبد لهادي من القناة نحن في ألمانيا بتمنى أنه تكونوا بكل صحة وعافية رب اليوم لقيت أنه حط الطائية أفضل لأنه صار الوضع خارجه عن السيطرة صار بدنا حلاقة فتوقع هيكل منظر أفضل من الشعري اللي ما عم يقدر أنه يتصرح معي أنا شعري نوعا ما ناعي فبس يطول بيصير صعب التصريح فلذلك بهذا الفيديو لحنا نحكي عن مهنة كتير ممتازة وبتقدر أنه تأخذ باليوم 40 أو 50 يورو نؤد وتعتبروها مني جوب فلذلك تعتبر من المهنة الجيدة سابقا وأنا حاكي عنها ليكو هذا الفيديو حيطلع عنا مقترح أوكي ما بعض إذا هيطلع هون ولا هون بس ليكو هو حيطلع فوق حاكي عنك كان بدأوا فيك تساوي لكورس بس حاليا لأنه في ناس كتير بحاجة هاي الأشخاص اللي بتشتغل بضمن هاي المهنة اللي هي البيبي سيتر وخاصة الأشخاص حتى اللي قاعدين بداخل منزلهم الهوم أوفيس تسع ساعات صحية أو هو قاعدين بداخل المنزل بس بدهم مين يعتني بالأطفال فلذلك هاي المهنة هلا حاليا عم يدفعوا ما بين العشرة للخمسة عشر يورو على حسب المدينة اللي انت عادة فيها والعيلة اللي عم تشوفيها طيب كيف أنا ممكن نلاقي هاي العيلة وشو هي المهام؟ المهام أنه أنت تعدي مع الأطفال اللي تديري بالك عليهم هون أكل شرب دراسة لعب وهي الشغلات لوقت محدد بيتحدد من ضمن العيلة أو من قبل عفوان العيلة اللي هي عم تدور على سيدة تشتغل أو على صبية تشتغل كبيبي سيتر كيف أنا ممكن نلاقي هاي المهنة؟ إما على الإي باي كلينة أنت صائقة ممكن أنك أنت تفتحي والدوري تحطي المهنة للمدينة تبعك مع الببي سيتر والدوري إذا حدها من العائلات منزل إعلانات وفي عندك أيضا موقع رسمي أنا بحبيت هذا الموقع أكتر من الإي باي كلينة أنت صائقة من جهة الأمان فهذا الموقع هلا نحن سوا حنفوت عليه ونشوف كيف ممكن الواحد يسجل فيه بطريقة كتير بسيطة عن طريق الإيميل ويدور على العائلات اللي هي ممكن تناسبه بالمدينة اللي هو ساكن فيها فخلينا هلا نكمل الفيديو عن طريق شاشة الكمبيوتر طبعا إن شاء الله هاي المعلومات هتكون صحيحة 100% وحتى تقدير أنه أنت تستفادي منه ما منقدر نعتمد ملاحظة صغيرة ما منقدر نعتمد هذا العمل كفولت سايت طبعا لأنه هو لساعات محددة ومثل مذاكرت من العشر إلى الخمسة عشر يورو بتكون الإجراء على حسب العائلة وخلينا هلا ننتقل على الكمبيوتر السلام عليكم مرة تانية هلا هذا هو الموقع طبعا بتلاقوه بتوصيف الفيديو بالباش غايبونك مؤلف من قسمين القسمين الرئيسيات إما أنه أنت بتكوني منزل إعلان أنه أنت مستعدة تشتغلي بيبي سيتان مثل الأشخاص الموجودين هون مثلا هاي الصبية هلا منشيل الصورة عم تقول لك أنه هي عندها خمس سنين خبرة بهذا المجال وهون شارحها الحالة أنه شو بتدرس وشو بتشتغل وقديش بديها على الساعة أي لأنه بديها على الساعة عشرة يورو وعمرها عشرين سنة وعم تقول لك أنه هي ما عندها مشكلة بكتابة الوظائف بالطبخ إذا ما عندها مشكلة إذا فيه حيو فيه حيوانات بداخل المنزل وشو هي بتساوي معهم بتساوي كلاي الشغلات بتقران ونقصص بتساوي لونقصص فنون وما فنون وشغلات ولغات عامتا هي فاضية أنه تدير بالة على الأطفال فلكن نهرت بكل الأوقات وإلى آخره فأنتي لما بدك تساوي الملف هذا بتقبعك أنت بتختاري كل هاي الأمور بكل بساطة عن طريق الموقع بعد ما تسجلي فيه وطريقة التسجيل طبعا أكيد الكل بيعرفه عن طريق الإيميل هلا مثلا إذا أنت عم تدوري على الشغل وما بدك تنزلي إعلام باسمك فمنفوت على هذا الخيار الثاني بيبي سيتر جوبز وتحط مثلا إذا أنت ساكني ببرلين بتحطي برلين زوخن بيطلع عندك هاي الأشخاص اللي عم تدور على بيبي سيتر على سبيل المثال شخص اسمه ياسين عامل لك أنه هو ساكن لحاله عنده ولد عمره 8 سنين بيروح الصف الثاني وبدو هو آه عنده أربعة أطفال بدون رعاية لك هون بيحطر لك عدد الأطفال اللي هني بدون رعاية أيمتا الرعاية اللي هو بحاجتها ناخ مي تاكز يعني بعد الساعة 12 يوم 2 يوم الأربعة يوم الأحد فقط لا غير ونوب عملو لك هون أيمتا هو فات على الموقع فات على الموقع بشهر الساعة 2016 كل ما كان قديم كل ما كان أفضل أكيد مشان قصة الأمان وبشكل عام ممكن تشوف انت علي لما حدا بيشتغل عنده بيحب انه يقيمه فبيحط له هاي شغلة كتير مهمة انه تقريه وغير هون وغير هيك إذا الواحد ما انتبه هون قديش أعمار الأطفال فهو البرنامج بشكل عام أو الموقع ويعطيكي خيار أو يشرح لك بالضبط مين هنا للأطفال هل هو ليك وما ما عنده أولاد صغار بابي أو كلان كيند هنا كلهم من الروضة وانتي طالع وبتتواصل معه بكل سهولة بيكون كاتب رقم الاتصال وبعد ما شفنا سوا كيف الواحد ممكن يدور على النطاق اللي هو ساكن فيه على هاي المهنة هيك بها لحالة تكون وصلت لنهاية الفيديو بتمنى تضلوا بكل صحة وعافية وتديروا باكم على بعض وتحبوا بعض ولا تسعروا بعض تعملوا شي منيح وشوفكم على كل خير الفيديوهات القادمة ان شاء الله تكونوا تستفدتم من المعلومات كان معكم عملهادي والسلام عليكم